في فترة تاريخية مصر عشبتة كانت المدرسة الحكومية تتفوق على المدرسة الأهلية اللي هي الخاصة بين قوسين بالوقت طب في نموذج على ده؟ آه في نموذج مدرسة نبوية موسى كان فيها إحدى المبدعات المصريات التي لن تتكرر أو على الأقل لم تتكرر إلى الآن سميرة موسى سميرة موسى هذه الفتاة النبغة من نعومة أظفرها هي بنت مركز زيفتة محافظة الغربية ولدت في العام 1917 بعد دستور بعد سورة 19 كانت بعد ملاتها في سنتين الزعيم سعد زغلول كان هناك دستور 23 هذا الدستور من إنجازاته كان إلزامية التعليم التعليم الإلزامي كان في دستور 23 1923 اللي وضعته لجنة سميت فيه ما بعد بلجنة الأشقياء وكان حياة حزبية جديدة وحياة ديمقراطية وما إلى ذلك استفادت بقى سميرة من هذه الإنجازات لهذا الدستور وهو دستور عظيم بالمناسبة داخلت المدرسة بعد ما كانش فيه مدارس في الوقت ده وبدأت تتعلم وبدأت تنبغ من نعومة أذفار طب مين يا ترى اللي هيزكي هذا النبوغ مين اللي هيلمح هذا النبوغ المعلم قفل المعلم وفي التفجيلة كاد المعلم أن يكون رسوله قيمة المعلم وهنا جماعة كلمة النشاط لما بنتكلم في نشاط سميرة كانت متفوقة دراسيا زيها زي مئات الألاف المتفوقين دراسيا ولكن مين فيهم صاحب الشخصية المبدعة صاحب الشخصية المبدعة دايما بتلاقيه متفوق في الأنشطة مش مجرد دراسة فقط وطلقين وتحفيز لا بتلاقيه له أنشطة له مهام سميرة كان لها اهتمامات سميرة بنت القرية قرية سانبو مركز زي فتا محافظة الغربية يموت ساعد زغلول وينزل الناعي بتاعه في الجرنان ويطلبه منها في الإزاعة أنها تقول الناعي المدرس بباعها بيديها الجرنان قالت له لا أنا حفظت الناعي لأني كنت زعلان على ساعد زغلول وتقول الناعي وتنعي ساعد زغلول في الإزاعة المدرسية بكل براعة ومغلطتش في كلمة وكانت أو كان نبوغها لافت لدرجة النحمة دفندي سامي وده المدرس بتاعها اللي بنضرب له تعظيم سلام النهاردة هذا المدرس لو لا هذا الرجل لما كانت سميرة موسى ولما دخلت سميرة موسى التاريخ دا أحد أبطالنا النهاردة هذا الرجل جاب أبوها وقال له بنتك لو فضلت هنا هتبقى زيها زي أي ستة في القرية هتتجوز وتخلف وتربي الفراخت قال له مال إنت عايز إيه؟ قال له بنتك دي خدها وينزل القاهرة بنتك نبغة البطل التاني الأب اللي هيبيع الأرض وهيبيع الطين وهيبيع البيت وينتقل لمنطقة الحسين في القاهرة ويعيش في منطقة الحسين في القاهرة علشان يعلم بنته في مدارس أعلى ويدخلها الجامعة اللي كان في الوقت دا أولي القوي من البنات إنها تدخل الجامعة وكان أولي القوي اللي تدخل امتحان توجيهي من الأساس لما كانت بنت بتدخل امتحان توجيهي كانت بتدخله من نظام المدارس لحد المنازل عفوا لحد ما تعدل القانون في سنة 25 اشترى الوقاندة عشان يعيش منها ودخل بنته مدرسة نبوية موسى الأهلية مدرسة نبوية موسى في هذا التوقيت مفيش فيها معمل للفيزياء اللي هو بقى إيه سر نبوغ سميرة موسى يفكر باباها أو والدها إنه ينقلها المدرسة حكومية عفوا بص المفارقة هينقلها من مدرسة خاصة لمدرسة حكومية لإن مستوى المدرسة الحكومية أعلى من الخاصة تيجي لعب قرية تانية نبوية موسى تنشئ معمل مخصوص للفيزياء من أجل إن سميرة موسى ما تنتقلش لمدرسة حكومية الشاهد هنا إيه إن المدرسة الحكومية كانت حالتها حلوة حالتها أعلى من المدرس الأهلية طبعاً دلوقتي نعكس الحال لما سميرة موسى تفواقت وحصلت على مجموع كبير يؤهلها لدخول كلية الهندسة ولكنها رفضت دخول الهندسة ودخلت كلية العلوم قسم فيزياء محددة هدفها الهدف عرفة هي عايزة إيه مش هتسيب نفسها للتنسيق يحدفها هنا أو يحدفها هنا نجحت سميرة موسى في كلية العلوم وطاعت الأول على الدفع بتاعتها وتعينت معيدة حاربها في الأول واحد من الأجانب اللي موجودين في الكلية ولكن الدكتور علي مشرفة وقف معها لحد ما تعينت معيدة وطلعت لبعثات في بريطانيا لعمل الماجستير والدكتوراه وأصبحت دكتورة في الفيزياء وأصبح لها بعض العبارات التي لا يمكن أن ننساها كانت دائما تقول الظرة من أجل السلام مش الظرة من أجل التدمير في الوقت ده طبعا كان سنة 45 قمبلت هيروشيما ونجزاكي في اليابان اللي أبدت مئات الألاف من البشر بدم بارد وإلى الآن لم تعتذر أمريكا حتى عن هذه الفعلة ولما أوباما زار ضحايا نجزاكي وهيروشيما في اليابان منذ سنوات قليلة لم يعتذر للشعب الياباني عما فعلته الأمريكان فيهم دي كده ملحوظة على الماشي يعني نتكلم فيها فيما بعد سميرة موسى كان يطلق عليها مسكوري مصر مسكوري دي كانت علمة فيزياء روسية حصلة على جائزة نوبل فدائما ما كانوا يصفوا سميرة موسى بأنها مسكوري مصر أخيل سميرة موسى في إحدى سفرياتها للولايات المتحدة الأمريكية كانت بتعمل زيارات دايما لمعامل للفيزياء ومعامل للإشعاع النووي والدكتورات تعيط أصلا في الإشعاع النووي وكانت وصلت لمعادلة لم يصل إليها من قبلها أحد وهي عمل قنبلة ذرية من المعادن الرخيصة أنت عارف القنبلة ذرية لازم تعمل من اليورانيوم المخصب وهذا تكلفته عالية جدا سميرة موسى وصلت لمعادلة تحقق ما يحققه اليورانيوم المخصب بمعادن أرخص منه زي النحاس زي الرصاص وكانت دايما بتقول الكلمة اللي أنا ألتها من شوية الظرة من أجل السلام عرض على سميرة موسى الجنسية الأمريكية وتبقى في أمريكا وتصبح باحثة وينشع لها معمل قابلت سميرة موسى قالت لا وقالت كلمة شهيرة لن ينساها لها التاريخ قالت ينتظرني وطن واعد اسمه مصر هكذا كانت سميرة موسى التي تربت في المدارس الحكومية والجامعات الحكومية كانت خريجة جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة الآن لسميرة موسى من مدرسة حكومية وحدث اغتيالها سميرة موسى تولدت يوم 3-3-2000-1917 وكانت نهاية حياتها في 5 أغسطس 1952 بعد قيام ثورة يوليو بأقل من شهر يتصل بيها حد من كانت في سانت لويس ساعتها سنة 52 في أمريكا يدعوها لزيارة معمل للطاقة الذرية في ولاية كاليفورنيا تستجيب للدعوة ويتصل بيها حد يقول لها أنا السواء اللي بعتني ليكي علشان أغدك للمعمل وتستقل السيارة معه وفي طريق لكاليفورنيا يحدث حادث سير شاحنة تدخل في عربية ساميرة موسى ويقال إن كان معاها أيضا باحث زميل لها هندي ينجو السائق وتقتل ساميرة موسى وليس حادث سير حادي ليه؟ لما نقرأ مذكرات ريتا توماس ريتا توماس دي حفيدة راشيل إبراهام الصور هدهينا دلوقتي راشيل إبراهام أنت ممكن تكون أول مرة تسمع عنها بس أنت تعرفها وتعرفها كويس جدا ولها غنوة شهيرة كانت بتقول مع الفنان الكبير محمد عبدالوهاب لما كانت بتروحه وتقوله سنتي يا دكتور سنتي وقال لها العبارة الشهيرة عشان تحرامي تاكل جلاس والدويب في قلوب الناس كانت رأي إبراهيم أهي دي إبراهام أو راشيل إبراهام راشيل إبراهام ليفي دي رأي إبراهيم يهودية عاشت في مصر وولدت في حرط اليهود في مصر ولكن كانت تؤمن بدولة إسرائيل واستقلال دولة إسرائيل وعملت مع جهاز الموساد على قتل سميرة موسى وفق رواية حفيدة رأي إبراهيم أو حفيدة راشيل إبراهام ريتا توماس ريتا توماس هي اللي قالت إن جدتي سعدت في مقتل سميرة موسى في يوم 5 أغسطس 1952 تنقلب السيارة التي تستقلها سميرة موسى بعدما كانت تسكن في الشقة أو البيت المقابل لها كانت راشيل إبراهام ويقال في إحدى الروايات إن راشيل إبراهام دخلت شقة سميرة موسى في غياب سميرة موسى في سانت لويس في أمريكا واتطلعت على بعض المستندات والأبحاث الخاصة في سميرة موسى وسلمت نسخة منها لجهاز الموساد الإسرائيلي وهي اللي طلبت منها إن هي تقعد في أمريكا وتاخد الجنسية الأمريكية وينشأ لها معمل في الطاقة الذرية وقالت لها الكلمة الشهيرة ينتظرني وطن واعد اسمه مصر ويزدى الاستطار على قصة سميرة موسى في 5 أغسطس 1952 وتذهب شهيدة إلى ربيها عن عمر يناز 35 عام من 1917 ميلادها لـ 1952 وفاتها وتترك لنا التاريخ من الوطنية ومن العلم بمكان لابد أن تكرم معه سميرة موسى وبالفعل الجيش المصري في عام 1953 قام بتكريم سميرة موسى وإطلاق اسمها على بعض المدارس في قريتها وهناك أيضا قصر ثقافة سمية على اسم سميرة موسى وأيضا كرمها رئيس السادات سنة 81 ولنكرمها نحن أيضا بأن تكون قدوة لأبنائنا وبناتنا أن يكونوا مثل سميرة موسى رحمة الله على سميرة موسى اللي ماتت وهي بتحب مصر وتقول ينتظروني وطن واحد في الوقت اللي كان عندنا المدارس الحكومية أعلى من المدارس الأهلية أو الخاصة طلعت سميرة موسى دلوقتي بقى عندنا ممكن نكون العكس أحيانا إن المدارس الخاصة أدر أقول متميزة نجحة فيها حاجة حلوة لأ البعض يريد ألا تنجح دي التجربة خاصة لما يكون رأس التعليم الخاص بالوزارة يعني لما يبقى ابني في مدرسة ولتكن مثلا مدرسة مصر للغات مثلا يعني وابني في سنة أولى سنوي في أمريكا وسائد في امتحان الكوارتر في امتحان في اثنين في ثلاثة بعدين نقول ينفع بقى ابن الست المسؤولة عن التعليم الخاص في مصر ابنها يسقط في الكوارتر ليه إزاي يعني وأنا موجودة خدت بعضها ودخلت على المدرسة دخل جامدة جدا وتهديدات وتوعيدات ومين المدرسين اللي سقطوه ومين المدرسات اللي سقطته وابني لازم ينجح ده ينفع أليس ذلك يعد استغلال نفوز ده واحد اثنين تدخل في العملات التعليمية تلاتة لو التعليم هيستقيم بهذا الشكل ننتظر من التعليم التطوير يا دكتور طارق يا دكتور محمد عمر هل الواقعة دي هتعدي كده والواقعة مثبتة هي راحت عياطة للوزير طبعا وقالت لها ما عملتش بعدنا ما نشرت الكلام ده على صفحتي على الفيسبوك وايضا الزميد طارق عزد نشر الكلام ده على صفحيته على الفيسبوك احنا الاتنين بس ما نشرنا انا وطارق عزد طبعا وصلها الخبر ووصل الوزارة راحت عياطة للوزير وقالت لها ما عملتش لأ انا بقول لحضرتك يا دكتور طارق انا بقول لحضرتك يا دكتور محمد عمر الواقعة حصلت ودخلت المدرسة الساعة 11 وخرجت منها الساعة 2.30 عايزة تفاصيل تانية انا مش هقول على كل المعلومات اللي عندي النهاردة